العاشرة صباحا أثمنا بتوقيت جرينت شاموغازون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاحة سيسي أن الجيوش الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول وخلال استقباله العمادة جوزيف عون قائد الجيش اللبناني أكد رئيس سيسي حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القائد الجيش اللبناني أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات التي تربط الدولتين أكد الرئيس عبد الفتاحة سيسي موقف مصر الثابت بتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها لتعزيز جهود تحقيق استمرارية الاستقرار بجنوب السودان من جانبه أشهد نائب رئيس جنوب السودان بجهود مصر لدعم استقرار الأوضاع في المنطقة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد أربعمائة وستون فردا وخلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعات التقليدية أكد سعيد أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة كما أعلن أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة هذا وأعلن سعيد أن البعض حاول يوم الثلاثة اتلاف الوثائق المتعلقة بهذه الأموال كما تهم بعض النواب الاحتمائي بالحصانة لتحقيق كسب غير مشروع أكد المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونسا محسن أدى لأن القضاء قرر فتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب بينها حزب النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 وأضاف الدالي أن التحقيق يشمل أيضا حزبي قلب تونس وجمعية عيش تونسية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة تسع حالات إضافة إلى خروج 212 متعافيا من المستشفيات وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 284128 من ضمنهم 228836 حالة تم شفاؤها و16507 حالات وفاة أصدرت هيئة المسحة الجيولوجية الأمريكية تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي قعقبة زلزال بقوة 8.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا وأوضحت هيئة المسحة الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلو مترا وأن نظام التحذير من حدوث تسونامي يشمل الأراضي الأمريكية في جوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ فتح القضاء البلجيكي تحقيقا جنائيا في الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد وأدت إلى وفاة 41 شخصا وقال مكتب الإدعاء أن التحقيق قد يسفر عن توجيه الاتهام لمسؤولين بارتكاب جرائم قتل غير متعمدة عن طريق الإهمال أو الفشل لذلك في إنجاز الوظائف التي كلفوا بها ورياضيا وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي إلى مدينة توكيو استعدادا لمواجهة البرازيل في ربع نهاء منافسات كرة القدم بدروة الألعاب الأولمبية كان منتخب مصر اقتنص بطاقة التأهل بفوزه على أستراليا بهدفين دون رد في ختام منافسات المجموعة الثالثة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنطيني يلتقي منتخب مصر الكرة اليد صباح غد الجمعة نظيره السويدي في الجولة الرابعة من مباراية دور المجموعات في أولمبيا توكيو هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بأربع نقاط من فوزين وخسارة واحدة خلف كل من المنتخبين الدنماركي والسويدي نهاية المجزة مشاهدين الكرام وللمزيد من المتابعة على موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وأيضا يوتيوب